قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن إجمال خسائر ماليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران بلغت 421 معدة وسلاح إلى جانب مقتل 881 شخصا من مسلحيها خلال المدة ما بين 16 إلى 30 من سبتمبر المنصرم وسخر المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشاركة للتحالف من الإدعاءات التي تصدر من الميليشيا الحوثية الإرهابية بشأن كتاف والتي لا أساس لها من الصحة معربا عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام الميليشيا مصدرا لها كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه مستشهدا بإدعاءات ميليشيا الحوثي بشأن كتاف وأنها غير صحيحة مبينا أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الإدعاءات